صفحة 431 من المصدر نفسه من الجزء الثاني من الكاف الشريف باب الاستغفار من الذنب الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن عبد الصمد بن بشير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا أجله الله سبع ساعات أعطاه فرصة كي يستغفر من ذلك الذنب الذي ارتكبه العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا أجله الله سبع ساعات فإن استغفر لم يكتب عليه شيء إن استغفر في هذه الساعات في هذه المهلة في هذه الفرصة فإن استغفر لم يكتب عليه شيء وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة وإن المؤمن لا يذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له وإن الكافر لينساه من ساعته وأبرز عنوان للكافر هو الكافر ببيعة الغدير وكافر بيعة الغدير كافران كافر ينتمي إلى سقيفة بني ساعدة وهو الذي كفر ببيعة الغدير جملة وتفصيلا كفر ببيعة الغدير لفظا ومعنا كفر ببيعة الغدير ظاهرا وباطنا إنهم كفار سقيفة بني ساعدة كفار الغدير والكافر الآخر هو كافر سقيفة بني طوسي أولئك الذين وصفهم إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة إلى المفيد ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلموا إنهم مراجع حوزة الطوسي مراجع حوزة النجف وكربلأ الذين أظهروا إيمانهم ببيعة الغدير بالألسنة فقط ولم يلتزموا بأي شرط وبأي عهد وبأي ميثاق من مواثيق بيعة الغدير فلا فسروا القرآن بتفسير علي وآل علي ولا اعتمدوا قواعد التفهيم العلوي ولا تمسكوا بثقافة الغدير بكل تفاصيلها في ظاهرها وباطنها وإنما ركضوا مهرولين باتجاه العيون الكدرة القذرة لنوصب سقيفة بني ساعدة وشكلوا سقيفتهم المشؤومة التي أسسها وبناها الطوسي المشؤوم سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة في النجف فهؤلاء كفروا بمضمون بيعة الغدير كفروا بالمواثيق العملية القطعية لبيعة الغدير وإن الكافر لينساه من ساعته أما المؤمن يتذكر ذنوبه حتى لو كانت في زمن سابق وتلك رحمة من رحمة محمد وآل محمد كي تغفر ذنوبه العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا أجله الله سبع ساعات فإن استغفر لم يكتب عليه شيء وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة وإن المؤمن لا يذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له وإن الكافر لا ينساه من ساعته كل هذا يُخبرنا من أن فسحة موجودة بين أيدينا بإمكاننا أن نعود إلى أحضان إمام زماننا أنا أقول لشيعة المراجع الأبواب مفتوحة لكم وأقول للقطبيين أيضا من الشيعة الأبواب مفتوحة لكم وأقول للخطابيين وإن قذروا ما قذروا ونجسوا ما نجسوا من قلوبهم وعقولهم وفطرتهم أقول لهم الأبواب مفتوحة إذا كنتم تبحثون عن باب الخلاص وأقول هذا لنفسي أيضا من أن الباب مفتوح بين يديك وأقول هذا للمشاهدين أيضا الذين يشاهدون هذه الحلقة من أن الأبواب مفتحة بين أيديكم أبواب الله مفتحة رحمة محمد وآل محمد منتشرة عبقوا لطف إمام زماننا في كل زاوية من هذا الوجود وفي كل زاوية من زوايا حياتنا إذا كنا نبحث عنها سنجدها سنجد آثار الحجة الحجة في كل زوايا حياتنا هذه الأحاديث تخبرنا عن هذه الحقائق أذهب بكم إلى صفحة أربعمية أو ستة وعشرين إنه الحديث الثالث من الباب الذي عنوانه من يهم بالحسنة أو السيئة حديث مهم جدا 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 بسنده بسند الكليني عن عبد الله ابن موسى بن جعفر عن أبيه عبد الله هذا هو من أبناء إمامنا الكاظم يحدثنا عن أبيه الكاظم صلوات الله عليه عن عبد الله ابن موسى بن جعفر عن أبيه قال سألته عن الملكين عن الملكين الموكلين بالإنسان عن ملك الحسنات وملك السيئات عن ملك الطاعات والقربات وعن ملك المعاصي والمبعدات سألته عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة فقال ريح الكنيف وريح الطيب سوا عبد الله يسأل إمامنا الكاظم يسأل أباه عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة هل لهما من علم بالسيئات والحسنات إذا ما نوى العبد قطعا إذا فعل العبد فإن الملكين سيعلمان لأنهما ينظران إلى العبد وهو يفعل حسنته أو يفعل سيئته ولكن قبل أن يفعل إذا ما نوى أن يفعل السيئة أو نوى أن يفعل الحسنة سؤال عبد الله عن هذا سألته عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة الإمام سأله ريح الكنيث الكنيث بالوعة بيت الخلاء بالوعة المراحط فقال ريح الكنيث وريح الطيب العطور المسك الروائح الطيبة ريح الكنيث وريح الطيب سواء قلت لا قال إن العبد إذا هم بالحسنة فإذا فعلها خرج نفسه طيب الريح فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال صاحب اليمين هو صاحب الحسنات وصاحب الشمال هو صاحب السيئات فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال قم فإنه قد هم بالحسنة فإذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها له فإذا فعلها كان لسانه قلمه لسان العبد وريقه مداده الحبر فأثبتها فأثبتها له وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين قف فإنه قد هم بالسيئة هذه مسؤولية فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده وأثبتها عليه الملائكة تعرف نوايانا هل هي حسنة أم هي سيئة من روائحنا ولذا فإن الأحاديث الشريفة تقول لو أن الناس يشمون روائح أعمال بعضهم لم استطاع أن يجتمع اثنان لتفرق الناس لأن الروائح القبيحة تملأ الأرض من أعمال الناس القبيحة ومن نوايانا القبيحة من رحمته أن جعل الناس لا يشمون هذه الروائح أما الملائكة يشمون هذه الروائح فإذا ما نوينا نية حسنة فاضت رائحة طيبة منا يعرفها الملائكة وإذا ما نوينا نية سيئة فإننا سنقرف الملائكة ملائكة بروائحنا الكريهة من هنا فإن أئمتنا يقولون لنا لا تقرف الملائكة بالروائح الكريهة لا تؤذو الملائكة فإن الملائكة يشمون روائحكم روائح النوايا وما يصدر من أعمالنا هناك أمر دقيق جدا تحدثت هذه الرواية الشريفة عنه حينما ننوي نية حسنة تفيض رائحة طيبة منا وحينما نباشر العمل بها نباشر العمل بتلك النية الطيبة فإن الملكة المسؤول عن تسجيل الحسنات سيثبت الحسنة التي قمنا بها عمليا ولكنه كيف يثبتها يثبتها بقلم هذا القلم لساننا وبمداد هذا المداد ريقنا هذا التعبير تعبير مقرب أقرب لكم الأمر بمثال في تحقيق الجرائم الآن كيف يحققون ألا يبحثون عن آثار بصمات مثلا عن آثار دم عن آثار ريق يبحثون عن أي آثار وإذا احتاجوا لفحص ال دي آن فإنهم يأخذون من ريق الإنسان لفحصه وللتحقيق في هذا الموضوع لماذا لأن الجريمة هذه وهي فيزيائية ترابية دنيوية آثار الإنسان وبصماته ستبقى معلقة بها وعليها الملائكة ينظرون إلى ما هو أبعد من ذلك عمل الإنسان حتى وإن تلاشت آثاره ومكوناته الفيزيائية الترابية في العالم الدنيوي لكنها في عالم الملكوت في عالم الحقيقة تبقى وحينما تبقى فإن آثارنا ستكون موجودة وبنحو أقوى من آثار البصمات وآثار قطرات دم أو شيء من ريقنا أو من شعرنا أو من أجزاء جلدنا وغير ذلك أعمالنا في الحقيقة نحن الذين نكتبها الملائكة مشرفون تكتب تكتب الأعمال بألسنتنا والمداد من ريقنا بعبارة أخرى إننا ننوي النية أكانت حسنة أم كانت سيئة ثم نعمل العمل بأنفسنا النية صدرت منا من عند أنفسنا والعمل نقوم به أكان حسنا أم كان سيئا نحن الذين نقوم به وبعد ذلك نحن الذين نثبته في سجل الأعمال في صحيفة أعمالنا الملائكة غاية الأمر يشرفون على هذا النظام هذه المنظومة تشرف عليها الملائكة هناك ملائكة الحسنات وهناك ملائكة السيئات الكتابة بألسنتنا والمداد من ريقنا كل هذا تعبير على أننا نحن الذين نوينا ونحن الذين فعلنا ونحن الذين أثبتنا أعمالنا بأنفسنا الرواية دقيقة ودقيقة جدا أعيد قراءتها عليكم عبد الله ابن إمامنا الكاظم يسأل إمامنا الكاظم صلوات الله عليه عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة الإمام سأله ريح الكنيف وريح الطيب سواء قلت لا قال إن العبد إذا هم بالحسنة فإذا فعلها خرج نفسه طيب الريح فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال قم فإنه قد هم بالحسنة هذه العبارة فإذا فعلها إما أن تكون مزيدة هنا أو فإذا فعلها فإذا فعل الحسنة أن جاء بها بحدود قلبه ويبدو أن الزيادة من الرواد إن العبد إذا هم بالحسنة فإذا فعلها خرج فإذا فعلها فعل النية على سبيل المضمون الداخلي أو أن الجملة مزيدة من الرواد فإذا فعلها خرج نفسه طيب الريح فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال قم فإنه قد هم بالحسنة فإذا فعلها كان لسانه قلمة وريقه مدادة فأثبتها له أثبتها له الملك إشرافا لأنه في الحقيقة هو الذي أثبتها لنفسه وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين قف فإن الأمر لي فإنه قد هم بالسيئة فإذا هو فعلها كان لسانه قلمة وريقه مدادة وأثبتها عليه بإشراف الملائكة الذين يشرفون على ضبط حسناتنا وسيئاتنا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر